شو اسبيب التسمم من غاز الكاربومونكسايد خصوصاً بفصل الشتاء؟ غاز الكاربومونكسايد بيعرف بيه السايلنت كيلر أو الغاز اللي بيأدي للموت المفاجئ وبيأدي سنوياً لدخول المستشفى والموت عند عديد من الكبار والصغار بكل أنحاء العالم هو غاز مقل وريحة ومقل لون وهون الخطورة وبينتج كل ما يكون عندنا حرق للوقود بفصل الشتاء ولما بينقطع التيار الكهربائي بيأدي بيلجأوا العالم لوسائل تدفئة بتعرضوا للكاربومونكسايد خصوصاً إذا كان المكان مسكر من أكتر الوسائل التدفئة اللي بتعرض للكاربومونكسايد بوزنينغ هي حرق الخشب أو الفحم داخل المنزل لما بكون عندنا دفيات الغاز لما بيكون كمانا عم يستعملوا السوبيا أو التشمني خصوصاً إذا كانت مسكر المنفذ لألة لما بيستعملوا مولدات داخل المنزل أو أي سخنات المي اللي بتشتغل على الغاز أو الكاز وإذا كان الانجين داير لفترة طويلة بالجاراج وما فيه تهوئة والعوارد هي بتكون عادة مش كتير واضحة فيها تبين مثل عوارد الكريب أو التسمم بالأمعاء وعادة المريض بالششكي من وجع راس من دوخة من تقيق من لعين من ألم بالصدر وإغماء مفاجئ لتجنب التسمم من الكاربومونوكسايد كتير مهم أنه نعمل سيانة سنوية لكل سخنات المي لتشمني للدفيات والسوبيا وكتير مهم أنه يكون المولدات ومعدات الغاز بالخارج برة وتكون بعيدة على قليلة 6 متار من النوافذ أو من البواب اشتركوا في القناة